عشية السابع من أكتوبر مهمة نفهم ما الذي يجري في كل المنطقة الجنوبية طبعاً مضوع لبنان نفهم ما الذي يجري ما الذي يحدث الآن في المنطقة الجنوبية هناك عملية طعن واطلق نار مسدسات من قبل فلسطيني بدوي موجود في منطقة بئر السبع اقتحم منطقة القطارات والحافلات الإسرائيلية المركزية وقام باطلق النار قتل إسرائيلية جرى حشرة قبل قليل هناك صواريخ أطلقت الآن بينما نحن نتحدث قبل حوالي ثلاثة دقائق صواريخ فلسطينية أطلقت من قطاع غزة باتجاه شاطئ زكيم داخل إسرائيل وهذا يشير بأن هناك حتى وإن كانت صواريخ قصيرة حتى لو كانت هاون هذا يعني بأنه ما زال هناك قدرة لإطلاق مثل هكذا صواريخ حتى على المستوى المعنوي بينهما هناك قوات إسرائيلية كبيرة جداً تحديداً في منطقة غلاف غزة يقولون نخشى غداً أن يتكرر سيناريو السابع من أكتوبر نتيجة معلومات استخباراتية وصلت إلى الجيش الإسرائيلي بأن كل تلك المنطقة منطقة غلاف غزة يجب أن تكون آمنة وذلك بحشد مزيد من القوات ولذلك تم إرسال اليوم وأمس مجموعة من سرايا القتالية في كل مستوطنات غلاف غزة التي أصلاً لا يوجد فيها إسرائيليين ولكن ذلك خشية أن يمثل غداً اليوم الأسطوري عند الفلسطينيين وبالتالي يحاول أن يقوموا بعمليات انتقامية وانقضاضية يعني شيء كبير يمكن أن يحدث وبالتالي هم يريدوا الاستعداد حالاً داخل قطاع غزة هناك الفرقة 162 التي كانت موجودة في جنوب قطاع غزة التي ذهبت إلى الشمال والتي هي الآن مشتبكة كما يقول الجيش الإسرائيلي مع قوات من حماس وذلك في منطقة جباليا وفي منطقة بيتلاهيا وجزء كبير من المدنيين بدأوا يرحلون الآن إلى المنطقة الوسطى والمنطقة الجنوبية والمنطقة الجنوبية ما زال فيها جفعاتي لواء كامل قتال ما زال موجوداً إلى في تلك المنطقة والقتال الآن الموجود في منطقة جباليا هو من ثلاثة ألوية اللواء 401 اللواء 460 واللواء 215 هذه الألوية الثلاثة إضافة إلى وهي طبعاً جزء من الفرقة 162 التي كما تقول تخوض قتالاً في تلك المنطقة لتدمير البنية التحتية لحماس هذه ليست المرة الأولى التي يدخل فيها الجيش الإسرائيلي ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة التي يدخل فيها هذه الأماكن ويقول الآن أن حماس تحاول إعادة البنية التحتية وحكم حماس طب لماذا بدأت الحرب أصلاً؟ وضع بن يمين التانيهم ثلاثة أسباب ثلاثة شروط قال تدمير حماس يقول الجيش الإسرائيلي أنهم الآن يعيدوا بناء قوتهم العسكرية إزالة حكم حماس وسلطة حماس تقول المخابرات الإسرائيلية والشرطة الإسرائيلية وكل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأن حماس ما تزال تتحرك وأن على المستوى الإغاثي والإنساني والاجتماعي والأمني هناك عناصر حماس ما تزال تعمل والسبب الثالث هو إعادة المختطفين الذين اليوم كانوا مفرد أن يكون لهم اجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين ووزراء ورفض الوزراء اللقاء معهم ذهبوا إلى قطر قبل عدة أيام قالوا لهم القطريون لا نعلم ما الذي يدري الصنوار لا يرد على الهاتف حوالنا الاتصال به وهو لا يرد ولا يوجدون لك صفقة هذا الجو الآن هو استمرار لـ 12 شهر الابتداء من نهاية هذا اليوم استمرار لـ 12 شهرا من المعارك في قطع غزة إسرائيل التي غرقت في هذا الوحل لا تعلم كيف سوف تغادره ولا تريد أن تغادره إلا بكلمة النصر المحتوم طب ما هو النصر المحتوم حل هذا الذي نرى الآن من بير السبع لغلاف غزة لشاطئ زكيم لجباليا هذا سوف يكون أيضا في جنوب لبنان لعام آخر شكرا جزيلا لك من القطع المحتلة مراسل الغد أحمد البديري شكرا جزيلا لك من القطع المحتوم شكرا جزيلا لك من القطع المحتوم شكرا جزيلا لك من القطع المحتوم اشتركوا في القناة